أيقونة الإغراء وعلاقاتها كانت كثيرة وضجت كل صورة لإله كانت بلا حدود كانت محطة اهتمام أهم الرجال ومن بيراتهم الرئيس الأميركي جون كينيدي الشقرة صاحبة الوجه الجميل مارلين مونرو مين بصدق أنه مارلين مونرو عاشت 36 سنة فقط ولكن كانت حياة صاخبة جدا ولدت عام 1926 وماتت انتحار عام 1962 ما كانت حياة عادية أبدا من طفولتها لحد موتها عاشت بميتها من السببين بسبب عدم معرفتها والدها الحقيقي وبسبب مرض أمها اللي حاولت تقتلها أثناء طفولتها زوجت مارلين مونرو لأول مرة من عمر 16 من جارها جيمس دورتي وقبل ما تكون عارضة إزياء كانت بالذخائر الحربية عام 1946 وقعت أول عقد لإله مع شركة فوكس وانفصلت عن زوجة جيمس بسبب عملها الجديد عام 1952 عملت ضجة كبيرة لما صورت إعلانه هي عارية ولما هجموها الصحفيين صرحت بأنه عملت هذا الشي مشان تسفع أجار بيتها وبعد تصريحها تعاطفوا معها ملايين الأمريكيين أول أكبر أجر أخذته 18 ألف دولار عن كل أسبوع تصوير بفيلمها الرجال يفضلون الشقروات واللي بعده تحويت لأيقونة إغراء عام 1954 اتزوجت من أسطورة البيسبول جودي ماجيو واللي نفصل عنها بعد تسعة شهر بسبب صورتها المعروفة بالفستان الأبيض بعدها تزوجت الكاتب المشهور أرثر يلي وصلها لقمة دام زواجهم خمس سنوات وصلت شهرتها للعالمية بعد فيلم البعض يحبونها ساخنة نفصلت عن أثر بسبب إدمانها على الكحول والمخدرات واللي دفاعها لأن تصير مدمنة هو خسارتها للمرة الثالثة أن تكون أم وموت جنينها وهي أصداد حياة مارلي مونرو